قال وزير الداخلية مزن الفراية خلال الزيارة التفاقدية التي قام بها إلى مخيمي الأزرق والإمارات الأردني إن الأردن تحمل وما زال يتحمل عبء استضافة ورعاية حوالي مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري رغم انخفاض حجم الاستجابة الدولية لمتطلبات هذا اللجوء حيث لم تزد عن ثلاثين بالمئة فقط خلال العام الماضي الأمر الذي يشكل ضغطا على موارد الدولة الأردنية المحدودة وبين الفراية أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة العمل الحكومية لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن من جميع الجوانب وتفاقد أحوالهم المعيشية خاصة في فصل الشتاء للوقوف على احتياجتهم وظروف المعيشة في المخيمات وفي ذات الصياق زار الفراية المخيم الإماراتي الأردني في مريجب لفهود بقضاء الأزرق والتقى بفريق الإغاثة الإماراتي الذي يقوم على إدارة العمليات الإغاثية للاجئين فيه وثمن الفراية دور الإنسانية العظيم الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة اللاجئين السوريين في الأردن مشيرا إلى عمق العلاقات الأردنية الإماراتية والهدف المشترك بينهما في خدمة المحتاج ورعاية اللاجئين الحقيقة زيارة اليوم إلى مخيم الأزرق والمخيم الأردني الإماراتي للاجئين السوريين جاءت طبعا لتفقد الأخوة بالمخيمات خاصة في هذه الظروف الجوية الصعبة لتأكد من البنية التحتية والخدمات الرعاية الصحية والتعليمية وباقي الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين السوريين الحقيقة مثلا أبتعرفه الأردني صديف أكثر من مليون ثلاثمائة ألف لاجئ سوري على أراضي المملكة الأردنية مقسمين حوالي 120 ألف بالمخيمات والباقي كله يعيش بين الأردنيين وهذه أرقام الحقيقة أنها كبيرة وصعبة على الأردن في ظل هذه الظروف الاقتصادية مع الأسف الشديد وطبعا ومع كل الشكر لكل داعمي اللاجئين السوريين بالأردن إلا أن الاستجابة لخطة الاستجابة الأردنية للاجئين السوريين أقل من 30% العام 2023 وتأمل إن شاء الله أنها تكون أفضل بهذا العام